إزاي يا شيخ والزيد الإنسان يكون عنده سلامة صدر ونقاء سريرة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد نقاء القلب وطهارة القلب ده أمر مهم جدا وأمر صعب يعني يمكن يكون قيام الليل وصيام النهار أسهر بكتير جدا جدا من نقاء القلب ونقاء السريرة ولا تطيب الحياة ولا لذة للحياة إلا إذا كان الإنسان قلبه سريم وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الجنة فيقول إيه بقى؟ يقول ونزعنا ما في قلوبهم من غل يقول العلماء ولولا ذلك ما طابت الجنة يعني لولا إن ربنا سبحانه وتعالى نزع الغل والحقد والحسد من قلوب الناس في الجنة وكانش الجنة هتبقى جنة ولا كان هيبقى نعيم الجنة نعيم إن الناس تشعر بأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه إن الإنسان يبقى عنده نوع أو قدر من التسامح قدر من المغفرة قدر من الراحة النفسية إن الإنسان يصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يسئل أي الناس أفضل فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان فقالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه عارفين الإنسان الصدوق الإنسان الصادق الإنسان لم يجدبش صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغية ولا حسد الإنسان اللي قلبه طاهر الإنسان اللي بيقترب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن النبي وده مهم جدا النبي ما كانش بيعلمنا الكلام ده عبارة عن كلمات بيطلعها من فامه الشريف فقط لكن بيطبق ده عمليا يعني تعالى نشوف الكل عارف قصة يذهبوا فأنتم مطلقاء لكن يمكن البعر ما عرفش قصة عبد الله بن أبي أو ابن أبي بن سلول اللي كان رأس المنافقين واللي كان فيه بينه وبن النبي عداء شديد هو كان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم عداء شديد وكان يظهر الإسلام ويبطن في الحقيقة النفاق والكفر عبد الله بن أبي بن سلول اتهم النبي في عرضه ويمكن الإنسان الشرقي كمان يمكن الاعتداء على بدنه أخف بكثير جدا من الاعتداء على عرضه أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه في زوجه سيدة عائشة ويقال عنها كلام ويشع هذا الكلام في المدينة حتى تمتلئ المدينة بالكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك وهو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل يقصد بالأعز نفسه ويقصد بالآخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك لما مات عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين والنبي يعلم هذه المعلومة معرفة جيدة جاء ولده وكان ولد صالح جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله معلش أستأذنك أن تسامح أبي هو طعن في عرضك وهو تكلم في نبوتك وهو صد الناس عنك لكن يعني أستأذنك يا رسول الله أن تسامحه فسامحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطلب منه طلب أغرب وأعجب وصعب جدا قال له يا رسول الله أستأذنك أن تعطيني رداءك لأكفن فيه أبي ده هو عايز يعني يحمي أبي يحمي أباه من النار فبيقوله أنا عايز أكفنه في الثياب بتاعتك فتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الرداء رداء النبي صلى الله عليه وسلم ليكفن فيه من كان يطعن في عرضه ليكفن فيه من كان يطعن في نبوته فيكفن فيه عبد الله بن أبي بن سلول ويحمل إلى المسجد حتى يصلي عليه الناس فإذا بعبد الله بن أبي بن سلول ابن يعني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أستأذنك أن تصلي عليه بنفسك من تعرف أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سكن للمؤمنين فوقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجسد الذي طالما طعن في نبوته وعطى درس لكل الموجودين جميل وطعن في شرفه وطعن في الدين كله ومع ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الجسد الطاعن فيه يطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه إذن الطهارة القلبية مش كلام بأولو النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة القلبية عادة أو خلق أو قيمة ما رسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أطوار حياة